أهلا بحضركم من جديد وفقرة ترند الترند طبعا ترند الترند بالنسبة لنا وبالنسبة لكل متابعي كرة الغدن في مصر وفي الوطن العربي وفي جميع أرجاء العالم كأس العالم للأندية والحالة بالأمس كانت كبيرة جدا وده ظهر من خلال كل المتابعين عبر السوشيال ميديا وكان مبارح ترند ترند رقم واحد عبر تويتر طبعا أبطال إفريقيا في المونديال كان متصدر مبارح هذا الهاشتاج ترند تويتر في مصر وطبعا كانت كلام كبير جدا مبارح والناس كانت بتتكلم بسعادة وكان في حالة بهجة لدى كل جماهير الكرة المصرية وجماهير النادي الأهلي بشكل خاص نتيجة المشاركة في هذا الحدث العالمي كأس العالم للأندية مشاركة قياسية لمن الرقم 6 المشاركة رقم 6 في هذا الحدث الاستثنائي الكبير أنا بقول دايما استثنائي لأن بطولة عالم بتقوم في هذه اللحظات وأول حدث الاتحاد الدولي في فا بي نظمه منذ أن بدأت جائحة كورونا في شهر مارس أو فبراير من العام الماضي نتمنى يا رب يكون التوفيق حليف النادي الأهلي وتقديم أفضل مال دي في هذه البطولة لإسعاد الجماهير المصرية وجماهير النادي الأهلي اللي عايزة أوجيه لها الشكر من هنا ومهما قلت ومهما شكرتهم مش هقدر أوفي الجزء بسيط من حقهم على اللي عملوه إمبارح ربطة مشجعي النادي الأهلي إمبارح بصراحة عملت ملحمة وكان تحدي كبير جدا وده كان ظاهر حتى في فترات سابقة لما كنا ابن الصديف رئيس ربطة المشجعين المستشار حسامة بالعيلة وباقي أفراد الربطة إن شاء الله على هذا الإنجاز الطيب في استيبال البعثة وفي الفريق وده كان راجع بشكل كبير حتى وأثره إيجابي على اللاعبين لما الكابتن محمود الخطيب رئيس البعثة طلب من اللاعب أنها تنزل من الحافلة عشان تحيي اللاعب في هذا المشهد الحضاري وكان كمان ردود الفعل إيجابية والتجاوب السريع ما بين الجمهور عندما يعني شافوا الكابتن محمود الخطيب بيبو وكان هتاف للكابتن بيبو اللي طلب منهم إن الهتاف كمان يكون للفرقة بالكامل استعدادا لهذه البطولة الكبيرة ويكون دفعة قوية للمرحلة اللي جاية